السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. حاليا رحمة بعض طريق حساب العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخب المدينية. واللي هتب ان شاء الله صرفها خلال ابريل القادم عشرين اتنين وعشرين. طبعا العلاوة بالنسبة للمخاطبين تمت تحديدها بتامنية في المية وغير المخاطبين بخمسطاشر في المية. العلاوة دي يا جماعة هي اللي كان هيتم تطبيقها في شهر السبعة القادم ولكن تم تبكير اه هذا الموعد ليتم الصرف خلال اشار ابديل القادم ان شاء الله. بالنسبة للحافز الاضافي. الحافز اضافي زي ما هو لما تم التعديل عليه اللي بيبدأ بمية خمسة وسبعين جنيه بالنسبة للدرجة السادسة. وبينتهي با ربمية جنيه بالنسبة للدرجة المنتزة. تعالوا مع بعضك يا جماعة تشوف طريقة حساب العلاوة او حساب الزيادة بالنسبة للغير المخطبين. وكمان بالنسبة للمعلمين. لو افترضنا ان فيه اساسي عشرين واحد وعشرين كان آآ طبعا اساسي عشرين واحد وعشرين دا بيضرى بامستاشر آآ في المية بيساوي كيمة العلاوة. مسالي على كده لو فيه حد طبعا آآ اساسيه في عشرين وحية وعشرين كان الف وكمسyesمete جنيه بيتم تربهم في 15 في المية هيساوي ماتين خمسة وعشرين جنيه ولكن ده طبعا قبل الخاصم. آآ طبعا باضافة دي كيمة الحافز الاضافي وكل منها عسب الدرجة الوظافية بتاعته الحافز الاضافي آآ الخاص به. نروح بعد كده بقى اللي بنسبة للمخاطبين بيكونون خدمة مدنية. وهي طبعا لو الاجر الوزيفي بتاعك في عشرين واحد وعشرين. طبعا هيتم ضربه في تمانية في المية. هيديك برضو كمية علاوة. لو خدنا بسالعة كده افترض ان حد كان الاجر الوزيفي بتاعه هو الفين جنيه. فنضب الالفين جنيه هنا في تمانية في المية. هيطلع معنا مية وستين جنيه. وايضا طبعا بيتم اضافة برضو الى الحافز الاضافي بتاعه الخاصة بكل درجة واسفية. دي كان طريق حساب طبعا اه العلاوة بنسبة للمختبين بقانون الخدمة المدنية وكمان غير مختبين بقانون الخدمة المدنية. وان شاء الله يكون خير للجميع. واشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.